بين شحة مياه الري وسوء توزيعها وانسداد معظم القنوات الأروائية بالشوائب والقصب والبرد مما يعيق وصول المياه إلى المزارع فلاح محافظة صلاح الدين والذين يشكلون نسبة 70% من سكانها هجر معظمهم الزراعة سبب الصعوبات في استحصال مياه صالحة للأرواء الجفاف وقلة المياه أثرت تأثير مباشر على الفلاح العراقي اليوم لو كان هناك وجود قنوات إروائية تستطيع أن تغذي تلك المناطق كان بإمكان الفلاح أن يزرع هذه المناطق واستثمرها استثمار جيد الكثير من الفلاحين بدأوا بالهجرة وترك هذه الأراضي ولذلك عدم دعم الحكومة في هذا المجال انخفاض مناسب نهر دجلة والذي يؤثر بشكل مباشر على توفير مياه الري يرى مدير زراعة صلاح الدين أن بناء السدود هو الحل في حين ترى الجمعيات الفلاحية في المحافظة أن تعاون الفلاح والمواطن في الحفاظ على قنوات الري سيساعد على وصول الماء إلى المزارع بشكل جيد لمعالجة هذا الموضوع هو بناء السدود لأخذ الاحتياطات في المستقبل لعدم تكرر هذه الحالة كذلك نرشد الفلاحين باستخدام الطرق الحديثة في الرأي للتقليل من استهلاك المياه عمليات الكريم مستمرة ولكن لم نجد أي تعاون من الفلاحين وهناك ظاهرة من قبل المواطنين لرمي النفايات بالقرب من الأنهر والسواقي وهذا يعيق وصول الماء إلى المزارع البعيدة المرابع الخضراء التي كانت تغطي أغلب مساحات محافظة صلاح الدين تحولت بسبب شحة المياه وهجر معظم الفلاحين الزراعة إلى مناطق متصحرة جرداء من صلاح الدين في رأس الحسني أتصغير ترجمة نانسي قنقر